السلام عليكم تبغوا تعرفوا ايش نوع الفيتامين اللي تحتاجونه عشان مثلا تحلوا مشكلة او تعالجوا مشكلة معينة زي مثلا لو عندك او عندك تساقط في الشعر فايش الفيتامينات اللي تحتاجينه عشان تعالجوا مشكلة تساقط الشعر او مثلا خشونة في المفاصل فايش الفيتامينات اللي نحتاجها عشان نعالج خشونة المفاصل كل هذا واكثر ان شاء الله هقول لكم عليه والاخص لكم ياه في هذا الفيديو البسيط ان شاء الله باذن الله هتكونوا مستفيدين منه لكن قبل ما نبدأ لا تنسوا تسوي لايك وتشترك في القناة وترسل الفيديو لغيرك عشان استفيد اول حاجة هي تساقط الشعر لو عندك او عندك تساقط الشعر الفيتامينات المهمة اللي هتركز عليها او هتركز عليها هي الحديد وي الزنك وفيتامين دال وي فيتامين با سبعة اللي هو البيوتين وفيتامين با تسعة اللي هو حمض الفوليك دول اكتر حاجات هتركز عليها كويس جدا في مشكلة تساقط الشعر اما لو كان فيها شاشة في العظام او كسور او محتاج يكون في زيادة في الطول سواء عند الاطفال او الكبار فالفيتامينات اللي هتركز عليها كويس جدا هو الكالسيوم مع فيتامين دال. هنيجي بقى لمشكلة البشرة لو عندك مشاكل في البشرة او تجعيد في البشرة او بشرتك بهتة وضعيفة ونقصة نظارة فهقولك على شوية الفيتامينات اللي هتركز عليها كويس جدا ومن اهمها هو مع الزينك مع فيتامين ها او اللي هو فيتامين اي طبعا وفيتامين سي واخيرا فيتامين اي الموضعي اللي هو زي الاكريتين او مشتقات بالنسبة طبعا للناس اللي بتسأل كتير جدا على زيادة التخصيص وزيادة الحر او مسلا ان هو عايز يحصل على نشاط اكتر ويتخلص من الخمول اللي موجود في الجسم فاهم الفيتامينات اللي هنركز عليها هي فيتامين با كومبليكس بي كومبليكس هنا معناها انه يكون جميع انواع فيتامين با من فيتامين با واحد لحد باق اتناشر واهم حاجة تاخدهم كلهم بصورتهم الفعالة وطبعا مع فيتامين سي وفيتامين دل والالكارنتين المعروف في زيادة حرقه للدهون وكفاية لحد هنا عشان وقت الفيديو ما يطولش اكتر من كده لو حابين نعمل سلسلة تانية عن باقي الفيتامينات او الباكيجات سيبولي رأيكم في التعليقات وكده نكون وصلنا للنهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير لأحبابك عشان في ناس كتير محتاجات سلام